الأوراق حادثاً بعد الحلاقة زمان عندما الأب يحلق شعور أولاده يأخذ ورق من ورق التين ويضعه على الرأس يغطى الرأس كله بالورق هذا ثم يلف عليها قطرة وحاجة ويتركه المتساعة ثم يزيله تلقى سبحان الله الرأس نزل منه عرق ما تتصوره يتصبب ماء فهو هذا سبحان الله ينظف لك الرأس من المشاكل اللي فيه لأنه أحياناً واحد يكون عندها صلاع كأنه يسحب البرودة نعم كأنه يسحب البرودة يعني أوحرا يعني يسحب الماء الماء الفاسد لأن في عندك ماء الفاسد وفي ماء طيب وفي عندك أيضاً دم أسود ودم أحمر دم الأسود هو الفاسد لذلك دم الحجامة حاولون أن يخرجون الماء إلى الدم الأسود هذا فهو جيد لهذا الغرض بالإضافة إلى ذلك أن النساء عندما يتحنون بالحنة لازم يضعون على بعض الحنة وبعد ما يخلص من الحنة يضعوا عليه ورق التين ثم يربطوه حتى الصباح هذا برضي يمتص الرطوبات ويمتص إذا كان فيه مشاكل في الجلد أو جعه وما أسبب ذلك ولذلك الناس دائماً عندما يتحنون ويستخدمون ورق التين كغلاف يشعرون بالتحسن بعد ذلك ولذلك الواحد إذا كان مريض من آيديه ومرجله يقولك حنيها وضع هذا الورق على في حنيها ويضع الورق فتلقاه إذا باء ثاني يوم ما عاجي حس بالأعلام وما عاجي حس بالوحد اللي كانه واحد إبار في رجوله في قدمه بعضهم يعطوه في الركبة وحرارة وممكن يحط في الركبة فهو سبحان الله الورق هذا لا منافع فسبحان الله ربنا خلق هذه السجرة فيها غداء وفيها دواء